بسم الله الفحص مشروع ريفيت وتأكد انه مطابق موصفات في ادنس ممكن تستطابها تمام اسمها ريفيت موديل تشكر بالفحص الموديل هل هو مطابق الموصفات ولا لا بقول له configure بحيث ان انا ادخل له اني موديل هو اللي هيطبق عليه اني موديل هو الصحيح فبقول له open بختار الملف السليم اللي انا عايزه يعمل فحص ويقرم بيه ممكن كنت نشغل بملف زي مثلا موديل ريبورتر او يو اس اي 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 بيم ركوارمنت تمام او ممكن تكون انت عندك ملف خاص بالشركة هو ده اللي فيه كل حاجة مصبوطة فتأكد اذا كان الشغل بتاعك مطابق للموصفات ولا لا فهتختار الملف اللي انت عايزه وليكن مثلا دوت وتقول له اوكي يبقى خلاص هو هيقارن بالحاجات دي باسام الفيوهات والشيتات واسام الورك شيرنج والجينرال والسيتنج تدار تضيف اي حاجة انت عايزها تمام تقدر تشوف بعد تقرير اكتر تمام بعد كده هقول له فنش وبعد كده روح داخل هنا هقول له ران تشيك ابدأ يعمل الفحص تمام بحدد اني ملف اللي انا عايز افحصه وقول له ران ريبورت فهو بيبدأ يفحص يفارن بين الملف اللي موجود حاليا والملف الاخر وبعد كده بيعمل لتقرير اذا كان فيه اختلافات او فيه حاجة مثلا مش مضبوطة مثلا ان المساحة كبيرة مثلا انه محتاج برج انه هو يعني بيدينا تقرير ازاي تصلح الملف بتاعك والملفات اللي فيها مشاكل محتاجة انها تصلح اشتركوا في القناة